طيب عايز اتكلم اتكلم مع حضراتكم في البداية عن مباراة ابو سليم من ليبي شفنا ناس كتير على سوشيال ميديا وكلام كتير بيتقال وهجوم غير مبرر عن هذه او على هذه المباراة وبالاخص اخص بالذكر الكابتن معتمة جمال طيب نبتدي مع حضراتكم ببداية تشكيل نادي الزمالك في هذه المباراة ناس كتير جدا هجمت الكابتن معتمة جمال على التشكيل ناس كتير جدا انتقدت طريقة لعب نادي الزمالك ولكن خليني امشي مع حضراتكم خطوة خطوة اولا كابتن معتمة جمال تولى المسئولية اول مباراة رسمية امام فريق كبير واحد من اكبر السكوادز موجودة في مصر وفي افريقيا نادي بيراملس وقدرنا بفضل ربنا وبفضل حضرتك كجمهور لنادي الزمالك وروح واداء اللعيبة والادارة الفنية الحكيمة للكابتن معتمة جمال على الخطوط قدرنا ان احنا نحسم هذه المباراة تاني مباراة او تاني ماتش في افريقيا انا بس عايز اقول له حضرتك الراجل جيم نتضار للنار تاني ماتش في افريقيا راجل عمل مباراة ودية قدر ان هو يجرب اكبر عدد من اللعيبة قبل ماتش ابو سليم الليبي نادي الزمالك عنده تمن لعيبة اساسية في القوام الاساسي في ظل وقف قيد في ظل ازمة شراء لعيبة في ظل يعني مش عايزة مش عايزة تطرق للنواحي السلبية دايما احنا هنا بقناة الزمالك بنبص على الايجابيات بنسلط الضوء على كل ما هو ايجابي ترجمة نانسي قنقر